اكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة بيبا استمرار المعهد في تنفيذ الخطط الرامية للارتقاء بالأداء الحكومي في مجال السياسات والاستراتيجيات وإدارة الموارد والتغيير وتطوير الخدمات الحكومية عبر برنامج متميز لتدريب القيادات الحكومية ورفع كفاءة القادة في القطاع العام بالإضافة إلى تحسين نوعية ووفرة التدريب وأضاف بن شمس خلال إجاز إعلابي حكومي أن المعهد تمكن خلال العام الجاري من تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد تطوير العمل الإداري في مملكة البحرين على الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا مشيرا إلى أن الأزمة الصحية العالمية كانت دافعا ومحفزا للمعهد لتوظيف الابتكار والإبداع في إيجاد الحلول من أجل استمرارية رسالته ووصوله لأهدافه الاستراتيجية وشدد مدير عام معهد الإدارة العامة على أن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية كان له بالغ الأثر في الارتقاء بمستوى كوادر المؤسسات الحكومية البحرينية حيث درب المعهد من خلال البرنامج أكثر من 6900 موظف حكومي وما ساهم في ترقية عشرات المتدربين إلى مناصب قيادية مميزة